بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف المرسلين أما بعد أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء في كل مكان في هذا العدد الجديد الذي أتمنى أن ينالإعجابكم ابقوا معي وتابعوا فيديو اليوم لنهايته نبدأ عدد اليوم بالحديث عن تصنيف الفيفا للمنتخبات والذي صدر اليوم الخميس ما يهمنا فيه طبعا هو ترتيب المنتخب الجزائري والذي احتلت صفة السادس والأربعون الجزائر تراجعت بمركزين مقارنة بالتصنيف الأخير بالرغم من أن الخضر لم يلعبوا أي لقاء لكن الأمر مبرر لأن منتخبات أخرى لعبت وتجاوزتنا في التصنيف مثل رومانيا وسلوفاكيا وكاندا هذه المنتخبات لعبت منافسة كأس أوروبا وأيضا كأس الأمريكيتين كما هو معلومة على العموم التصنيف في هذه الأيام غير مهم لأن الجزائر ضمن التصنيف الأول في تصفية الكان لكن على لعبي بيتكوفيتش تحقيق نتائج جيدة وإعادة الخضر لمكانهم الطبيعي على الأقل قبل المركز الثلاثين الخضر احتلوا بالمناسبة الصفة الخامس عربيا والسابع إفريقيا أعلن نادي ليوند شار الفرنسي انتقال لاعبه الجزائري الشاب رايان جاهل صوب العملاق الإيطالي جوبانتوس بيان نادي ليوند شار على حسابته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي قال أن انتقال رايان جاهل كان انتقالا نهائيا والجزائري وقع لثلاث سنوات كاملة لكن من دون تبيان واضح ما إذا كان وقع عقدا احترافيا أم مع الفريق الأول أم وقع فقط عقب متربس مع فريق الشباب رايان جاهل يكون بذلك قد خطع خطوة عملاقة في مسيرته الرياضية فليس سهلا بالمرة أن ينتقل لاعب من قسم خامس أو سادس فرنسي صوب العملاق الإيطالي مباشرة رايان هو دولي جزائري في منتخب أقل من 17 سنة انتقاله لجوانتيس يؤكد بالدليل القاطع أن اختيار الجزائر بالنسبة للعبين الجزائريين المغتربين لا يعيق مسيرتهم الكروية كما يريد أن يصوره البعض على العموم بالتوفيق لريان وإن شاء الله نراه نجما كبيرا في الأخير أشير إلى أن رايان جاهل يبلغ من العمر 18 سنة فقط ويلعب في جميع مراكز الهجوم لكن منصبه الأصلي هو الجناح فرحة كبيرة جدا في معاقر روما والصحافة النادي بعد أن نجحت الإدارة في بيع لعبهم الجزائري حسام عوار حيث لم يكفيهم فقط التخلص من لاعب غير مفيد لكن حصلوا أيضا على مقابل مالي لم يكنوا يحلموا بها 12 مليون أورو إضافة لـ 3 ملايين متغيرات أي قرابة الـ 15 مليون موقع توتومير كاتواب أعد اليوم الخميس تقريرا تساءل فيه هل الفرحة مبررة وهل كان عوار فعلا لاعب سيء الموقع الإيطالي اهتدى في الأخير أن عوار ليس لاعب سيء ومن كل الجوانب فمن حيث الأرقام سجل عوار أربعة أهداف في تسع لقاءات كأساسي وهو معدل لم يتمكن من تحقيقه نجوم الفريقة أما على مستوى المستوى الفني فعوار لاعب أكثر من ممتاز صحيح أنه لم يجد ظلته مع خطة المدربين مورينيو وديروسي لكن ذلك لا يعني أبدا أنه لاعب سيء توتومير كاتواب ومن شدة إيمانه بمستوى عوار العالمي قال أنه خطأ خطوة خاطئة بالصفر للخليج حيث كان قديرا على اللعب في أوروبا وفي أكبر نواديها بكل سهولة لأن مستوى كبير جدا الموقع الإيطالي أنهى تقريره بالقول أن عودة عوار مستقبلا لأوروبا في فريق كبير سيكون صعب جدا إن لم يكن مستحيل وخطوة اختيار الخليج ربما ستعني مشواره الأوروبي نهائيا بعد أن أنهينا من مسلسل عوار يبدو أننا كمناصر للخضر سنبدأ مسلسل جديد أو لنقول سنستمر مع المسلسل الخاص ببناصر مصادر إيطالية كشفت اليوم الخميس أن فكرة الرحيل نحو الخليج ما زالت تراود اللاعب الجزائري وحتى إدارة ناديه ميلان فكما نجحت إدارة روما ببيع عوار الذي لم يكن يلعب بـ 15 مليون إدارة ميلان ترى أنها قادرة على جني مبلغ فلكي من بيع بناصر الفكرة الآن تذهب للنادي الذي سيضم بناصر مبدئيا العمر غير أكيد لكن أن ينضم بناصر لنادي الاتحاد سيكون أمر رائع بحسب الصحافة الإيطالية نادي الاتحاد يضم كريم بنزيمة هذا الأخير ضغط للتعاقد مع عوار ويضغط للتعاقد مع نبي الفقير ولما لا إسماعيل بناصر أيضا ليكون بذلك بنزيمة قد جمع ناديا جزائريا بامتياز من حولها بعد أن ظن الجميع أن صفقة الدولي الجزائري يوسف عطال صوب مارسيليا قد فشلت ظهر للسطح ثلاث أمور اليوم الخميس جعلت الكل في محيط اللاعب ومحيط الندي يؤكدون أن الصفقة باتت ممكنة وأن رؤية عطال في الفيلودروم ليس أمرا مستحيل الأول هو قدوم ميستن جرينوود إلى مارسيليا فرغم أن عمدة مارسيليا عرر بشكل واضح التعاقد معه إلا أنه متواجد الآن في مارسيليا والنادي وقع معه رسميا عمدة مارسيليا كان قد هاجم جرينوود وعطال ورفض التعاقد معهما بحجة أن بيئة مارسيليا ترفض المتطرفين والمدانين وبما أن جرينوود وقع في مارسيليا فرؤية عطال الآن تبقى ممكنة الأمر الثاني هو تصريح الرئيس بابلو لونغوريا لونغوريا دافأ عن التعاقد مع جرينوود وقال أنه مثل عطال ليس مدان حاليا ولا يوجد أي سبب يمنع التعاقد معه تصريح الطبول لونغوريا وبحسب مصادر فرنسية كان المقصود بها عطال ولذلك قالت أن لونغوريا يمهيد فعلا لقدوم الجزائري الأمر الثالث والذي تراه الصحافة الفرنسية الأهم هو تصريح رئيس المشجعين رئيس رشيد زروال لصحيفة ليكيب هذا الأخير كذب كل الإدعاءة التي تقول أن أنصار مارسيليا يرفضون قدوم عطال حتى أنه أكد أن عطال في حال قدومه سيحصل على استقبال لم يكن يحلم به تصريحات رشيد زروال ربما تكون بإعاز من الرئيس لونغوريا والمدير الرياضي بناطية صحيفة ليكيب قالت أن أنصار مارسيليا لهم صوت في تعاقدات النادي وبما أنهم يؤيدون فكرة التعاقد مع الطالب فإن الصفقة يمكن أن ترى النور ننتظر ونرى أتلقى الكثير من الأسئلة عن لاعب استوري لرفيق جايتان وعن مستقبله على العموم كل الأخبار التي تتكلم عن رحيل جايتان اختفت تماما وحين تعود للظهور سعنشرها بكل تأكيد لذلك خبره اليوم ليس له علاقة برحيله بل ربما ببقائه الجزائري شارك أساسيا في آخر وديات فريقه أمس وقدم بحسب الصحاف البرتغالية مستوى كبير جدا وكان وراء الهدف الوحيد الذي سجله فريقه بتمريرات رائعة مدرب استوريليا تعامل مع جايتان وكأنه سيبقى ويقوم بإشراكه أساسيا في كل خططه على العموم كل شيء يبقى ممكن ومن هنا ولغاية إغلاق باب الانتقالات بشكل نهائي سبتمبر المقبل فإن رحيل جايتان يبقى وارد سواء داخل البرتغال أو خارجها كان من الطبيعي ومن المتوقع أن يعود اسم لاعب الخضر رايان أيتنوري ليحتل لواجهات المواقع الإنجليزية فبعد الحديث عن عرض المان يونيتد قبل أيام كشفت مصادر إنجليزية اليوم الخميسة أن هناك عرضا في الأفق لكن من عملاق إنجليزي آخر وهو ليبربول من أجل حصول على خدمات الدولي الجزائري المصادر الإنجليزية قالت أن هناك اجتماع عقد بين ممثلين من ليبربول وممثلين من نادي والبرهامتن حيث طالب ممثلو ليبربول من نظرائهم في الولفز تقديم طلباتهم المالية بخصوص الجزائري قبل أن يتقدموهم بعرض رسمي لاحقا بمشاورة الإدارة لغاية الأهل لم تشر المصادر لمطالب الولفز لكن بشكل رسمي لكن الغالب أنهم سيطلبون 45 مليون جونيز ترليني المصادر نفسها قالت أن إدارة ليبربول وبمشاورة المدرب الجديد ستقوم بتقديم عرضها الرسمي ليس هذا وفقط المصادر نفسها قالت أن إدارة ليبربول سترمي بكل تقالها للفوز بخدمات أيت نوري في غضون الأيام التسع المقبلة ففي 26 من الشعر الحالي جويليا سيطير النادي لأمريكا لبدء جولته هناك وقبل هذا الوقت صفقة أيت نوري يجب أن تكون قد اكتملتها في الأخير أشارت الصعافة الإنجليزية أن اجتماعا ومثلا لاجتماع ليبربول ووردرهامتن يكون قد عقد بين ليبربول وإدارتي تشلسي ومان سيتي هذين الناديين لم يقدم أيضا أي عروض رسمية واستمع فقط لمطالب الولز ولا يعلم إن كانوا سيقدمون عرضا للفوز بالجزائري كما ستفعل إدارة الرئتس أم أن المنافسة تكون محصورة بين الرئتس والمان يونيتد فقط بين كل ما سبق من تفاصيل وكواليس وأخبار قالت الصعافة الإنجليزية أن رأي اللاعب هو الرحيل أي تنوري لا يريد البقاء لموسم جديد مع الولفز لكنه يرى برغم ذلك لن يقوم بأي شيء في سبيل الرحيل هو فقط يتمنى أن يتمكن أحد الأندية الكبيرة من تلبية مطالب ناديه المالية لأنه يريد خوض تجربة أكبر لكن لو بقي في الأخير فالأمر لن يكون سيء بالنسبة لها بعد المستوى الجيد الذي قدمه في اللقاء الماضي والتناء الذي حصل عليه رغم مشاركته كبديل فقط عاد الدولي الجزائري منصف باكرار لتشكيلة فريقه نيويورك سيتي الأساسية وبدأ لقاء طالنطا الذي أقيم فجر اليوم باكرار وصل تألقه لكنه لم يكتفي فقط بتقديم مستوى جيد بل كان صاحب هدف من ثنائية فريقه هدف كان مهم لأنه ساعد فريقه على العودة الهدف هو الثالث فقط لباكرار في الموسم الحالي ورغم أن أرقامه تحسنت مقارنة مع أول 15 لقاء إلا أن تسجيل ثلاث أهداف فقط يبقى رصيد قليل جدا باكرار يحصل على ثناء كبير في آخر الأسابيع هو مطالب بالاستثمار فيه والبقاء كأساسي ولما لا تسجيل الكثير من الأهداف من هنا ولغاية توقف سفتمبر المقبل لأن ذلك سيساعده في إقناع بيتكوبيتش أشرت كثيرا سابقا لقرب خروج الجزائري عبد الرحمن رباش من ندي الحالي ألافاس حيث لا يرغب المدرب في إبقائه لأنه يرى أنه ليس بحاجة له مصادر إسبانية كشفت اليوم الخميس أن خروج رباش بات قريب جدا والوجهة ستكون تيني ريفي من الدرجة الثانية الإسبانية المصادر الإسبانية قالت أن رباش يحظى باهتمام كثير من الأندية وقد قدمت بالفعل هذه الأندية عدة عروض لكن الاتفاق يكون قد حصل مع إدارة تيني ريفي هذه الأخيرة تعمل في هذه الأيام على وضع التفاصيل الصغيرة على صفقة رباش قبل الإعلان عنها والذي سيكون في غضون الأيام المقبلة رباش سينتقل فقط بنظام الإعارة حيث تصر الإدارة أو إدارة ألافاس على إعادته الموسم المقبل لأنهم يرون فيه لعب مهمة للإشارة رباش سيلعب مع الجزائر الآخر ينيس صنهاجه في نفس الخطة وغير مستبعد أن يكون أساسيين معا لأنه يلعب على الجناح في حين يلعب صنهاجه كقلب هجوم بعد ست أشهر فقط مع نادي باري أفسي قرر الدول الجزائري في منتخب الشباب جوريس رحو الرحيل وخاء التجربة جديدة حيث أعلن نادي إيستر الفرنسي ضم الشاب الجزائري عن طريق الإعارة لمدة موسم واحد رحو لم يلعب كثيرا مع باري أفسي واكتفى فقط بالمشاركة مع الفريق الثاني وهو ما لم يقنعه بالمرة الدول الجزائري سيعمل الآن على لعب أكبر قدر من اللقاءات ورغم أن المستوى الذي انتقل إليه متدني وهو القسم الخامس إلا أنه يبقى أحسن من اللعب مع فريق الشباب على أن يعود إن شاء الله أكثر قوة لباري أفسي الموسم المقبل ويضمن مكان أساسي دائم رحو دولي جزائري يبلغ من العمر 20 سنة وينشط في مراكز الهجوم رغم الحديث عن الهتمام القوي لنادي أوندر لاخت بضم الدولي الجزائري عبدالقهار قادري وقدرتهم على تقديم العرض المالي الكبير لإقناعه وإقناع ناديه إلا أن ذلك لن يحدث على ما يبدو صحيحة فتبال نيوز البلجيكية قالت اليوم الخميس أن إدارة أوندر لاخت انسحبت رسميا من صفقة قادري ولم تعد تفكر لا في ضمه ولا في ضم لاعب آخر مكانا تحدثوا كثيرا عن غياب العروض المغرية لقادري الجزائري تبقى أمامه الآن عرض من سانتروند وهو نادي أقل من المأمول وعرض من نادي كارديف سيتي لكن وبما أنه يلعب في درجة ثانية فإن قادري غير متحمس له من دون أن ننسى الوجهة الخالجية طبعا صحيح أن الوقت متبقي ويمكن لقادري أن يحصل على عروض لكن الصحافة البلجيكية تبدو متشائمة جدا جدا بخصوص ذلك إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي إن شاء الله غدا السلام عليكم اشتركوا في القناة